امبارح كان فيه اكيد مباريات ممتعة جدا في الحد الممتاز ادر نادي منشستر يونايتد انه هو يدوق تعمل انتصارات مرة تانية بعد ما كان فيه فترة شايفينه على الصعيد المحلي ببيانهار وبشكل كبير جدا على مدار الفترات اللي فاتت تبعناه واكيد ما كانش في افضل حال ولكن ادر يفوز امبارح بتلات اهداف على فريق برايتن مقابل الهدف وحيد علشان ممكن نشوفه بيحاول يستكمل مشواره بشكل افضل ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتازة على الصعيد الاخر امبارح كمان كنا بنتابع مباريات اخرى وكانت مهمة بالنسبة لنا في الدوري الانجليزي لمشاركة نجومنا المصريين فيها أستون فيلا كان بيلعب مباراة امام وورفر هامتون وخسر بهدفين مقابل هدف ولكن الجزء المشرق بقى من هذه المباراة هو ان تريزي جي قدر يسجل هدفه التاني على التوالي في المباراة التانية على التوالي في مشاركاته معنا دي أستون فيلا في الدوري الانجليزي وده من النقاط المهمة جدا ان احنا كنا مستنيين الانطلاق بالنسبة لتريزي جي وتسجيله لأول الاهداف علشان تكون سلسلة بقى مستمرة ويبتدي يكون خد الثقة في التسجيل في واحد من اهم بل اهم الدوريات على مستوى العالم هو اهمهم ضمن الخمس دوريات الكبرى الدوري الانجليزي فتريزي جي الحمد لله ماشي بخطة سبتة ان شاء الله يبتدي يكتسب الثقة من مباراة المباراة يسجل بشكل اكبر يكون مؤثر بشكل اكبر والحقيقة تصريحات دايما اللي بتكون بتخص تريزي جي من مدير الفني لفريق أستون فيلا مشرفة ومطمئنة لمدى امكانيات اللعب ومدى اقتناع المدير الفني بامكانياته وزاي ان شاء الله يكون بيستغلها في الفترات اللي بعدها والمباراة اللي كانت اكيد اللي أهمه والأمتع بالنسبة لكل الجماهير اللي كانت في انتظارها مباراة ليفر بول واستضافته لمنشستر سيتي المباراة اللي أثرت بشكل كبير جدا على شكل جدول الترتيب واصبح منشستر سيتي اللي كان دايما التنافسه اعتقد بقاله فترات كتيرة جدا مش بيوصل انه يكون في المركز الرابع بعد فوز امبارح ليفر بول وحصله للثلاث نقاط اصبح الفارق 9 نقاط اصبح الفارق ما بين ليفر بول ووصيف الدوري الانجليزي في الوقت الحالي لستر سيتي 8 نقاط هنشوف ان شاء الله المنافسة هتكون بتستكمل ازاي ولكن احنا لسه فاضل 7 شهور على انتهاء الدوري الانجليزي فكل مباراة ليه حسابتها الخاصة ولكن مشاكل عام كانت مباراة ممتعة جدا وبيبقى بقى ملعب الانفيلد او ستيديم الانفيلد مرعب لأي منافس وتحديدا حتى منشستر سيتي اللي ممكن على مدار بقى كده 17 مباراة كان في ضيافة الانفيلد مقدرش ان هو يحقق فيهم اي فوز كمان تاريخ بقى ليفر بول على الملعب دوت بقى لهم فترة كده النتائج ايجابية بشكل كبير جدا عليه 29 مباراة متتالية في الدوري الانجليزي ما خسروش خالص فيها اي مباراة فاعتقد كمان الانفيلد وجمهوره والنبر ووك الون ديت بتعمل تأثير ايجابي جدا على اللعيبة وعلى الحالة النفسية وكمان على الصعيد الاخر بتكون تفات وتواجد الجماهير في الانفيلد من الجماهير اللي بتكون دايما متؤاذر نديها بشكل كبير جدا عشان كده الانفيلد ليه طابع خاص وبيأثر بشكل ايجابي جدا على مباراة فريق ليفر بول الف مبروك لمحمد صلاح الف مبروك كمان ليه لتسجيله لهدف اللقطات كمان اللي كنا بنتبعها بعد ما تم استبداله في البقاء الاخيرة من عمر المباراة اعتقد ان هي مش مقلقة ان هو يكون حط التلج على الاصابة اللي كانت لحقت بيه في مباراة سابقة مش حاجة مقلقة ولكن بتبقى دايما اي لعيب في اي رياضة التلج دوت من العناصر الاساسية عشان يكون في استشفاء لاي كدمة لاي اصابة ممكن تكون انت الان ان هي تكون بتحصل ولكن مش مؤشر ان هو يكون عنده مشكلة خروجه كان خروج واضح ان هو خارج على رجليه وان هو مستريح ما طلبش تبديل ولكن بيبقى التلج دوت من من البروستيجرز المنطقية جدا اللي بتحصل في كل الرياضات حتى بعيدة عن كرة القدم التلج من الحاجات المهمة جدا اللي بيعتمد عليها كل الرياضيين